النهاردة ايه بقى الخناعة اللطيفة اللي احنا نتخناها النهاردة دي التصنيف ايوه التصنيف قدمها انت بقى موضوع التصنيف بص يا باشا انت عندك 8 مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق فبالتالي 32 نادي لزبطك عندك رؤوس المجموعات ما بين الفرق الاوروبية في 12 نادي اكيد طبعا منتكلم في 8 هل هيبقوا 8 من اوروبا ولا ممكن 6 او 7 دي اول حاجة انا اتوقع ان اول حاجة مش هيبقوا 8 الان في انتر ميامي اوكي البلد المنظم بالظبط بعرف الفيفا الانتر ميامي لازم يبقى هو رقم واحد في التصنيف بعدين ضربة البداية ميسي بالظبط كده يعني هو اختاره اصلا بدون اه كده كده ودي يعني بتتخانق عشان اللي هم خرجوا من البطولة التنافس متاع البطولة المحلية دلوقتي فقال لك طب انت اخترتهم على اي معيار يعني ولكن تمام المعيار ميسي ماذا كفاية بالظبط كده فالنهارده انتر ميامي انا بالنسبة بوجهة 100% لازم يبقى موجود رقم واحد طيب فيه سبع فرق السبع فرق دول انا اتوقع اني لازم هيبقى ريال مادريد اكيد تشيلسي منشستر سيتي لان دول ابطال اوروبا صح يعني تشيلسي في التصنيف بعيد ولكن هو بطل اوروبا كمتأهل يبقى كده اتكلمنا فاربع فرق فيه بقى اربع فرق تانين انا متوقع ان يعني حتى بنا نتكلم قبل الهوى ان على الاقل فيه تلاتة منهم اتنين او تلاتة لازم يبقوا من اوروبا وممكن يبقى فيه اتنين او واحد من امريكا الجنوبية مضبوط لو من اوروبا بنتكلم اولا باريس انجرمان ده مؤكد باريس انجرمان وبايرن ميونخ عشان حتى في التصنيف هم كانوا الاعلى الاعلى يعني دول اعتقد بنسبة كبيرة موجودين ممكن بقى تلاقي يوفينتوس او بورتو حسب حد منه لكن ممكن تلاقي ان في باريس انجرمان وبايرن موجودين كتصنيف اول عشان خاطر التصنيف بتاعهم اصلا كان عالي طيب التصنيف التاني بقى طيب بقى برضو او حاجة مهمة لازم نشرحها للناس طيب انت كده لو خدت فريق من امريكا الجنوبية في المصولة اعتقد ينقى بالميراس مين بالميراس او فلامينجو بالميراس او فلامينجو هم من هيتبقى في النهاية ثلاثة اه لانهما ستة من امريكا الجنوبية فاعتقد بالميراس او فلامينجو حد فيه ممكن يعني هو اللي يبقى موجود يعني تمام طيب خش على التصنيف التاني التصنيف التاني هو بعيدا برضو نشرح نقطة كده للمشاهد مش معنى تصنيف تاني او تالت او رابع ان فيه افضلية في المراكز او ان مثلا الفريق التصنيف الرابع ده ضعيف بشكل اه لان لازم هيبقى فيه تصنيف جغرافي ايه التصنيف الجغرافي ممنوع تواجد فرقتين من بلد واحدة في نفس المجموعة ده اساسي الحاجة التانية عدم تواجد اكتر من فريقين من قرى واحدة في نفس المجموعة ممكن يبقى فيه استثناء لاوروبا لان هما اتناشر العدد اكبر زي كسر عالا بالزبط كي لكن مثلا فيه ستة من امريكا الجنوبية فعش الستة دول يبقى فيه فرقتين منهم في نفس المجموعة اربعة من افريقيا يعني في عشر الاربعة دول يبقى فيه منهم اتنى في نفس المجموعة مصبوط اسيا نفس الكلام بالزبط فانا اتوقع عن التصنيف التاني ممكن يتواجد فيه ومثلي افريقيا وده ممكن يبقى بسبب نتائج النادي الاهلي ان هما يقولوا طب نحط افريقيا تصنيف تاني لان عندهم نادي النادي الاهلي ده من الاندال مشاركة بشكل كبير طب نحط معيار ايه التصنيف التاني نحط معي الاربعة اندابة وافريقيا تعرف الاهلي عشان يلعب العين في القاهرة لعبوا بناء على ايه بناء على التصنيف رغم ان اللايحة لو تفتكر كان مكتوبا ان هما يعملوا ارعة ارعة وتتبدل كل سنة بعد كده قالك لها نعمل بناء على التصنيف والتصنيف ايه بقى على نتائج الفرق المشاركة في اخر تلت نسخ من كاس العامل الانداج اللي سبحان الله منهم واحدة جات من عند ربنا اللي كنا مش موجودين فيها مش موجودين فيها بالزبط كده بالزبط كده فعشان كده التصنيف الاهلي كان اعلى من العين وابأكد لحضراتكم على فكرة حتى ربنا ازا ربنا قرمنا ان شاء الله في دورة ابطال افريقيا السنة الجاية او اللي بعدها بعد المونديال امريكا بطل افريقيا لو الاهلي انت احسب كده سنتين تلاتة جايين المطش الاول في القاهرة مهما كان اسمه بطل اسي جميل جدا ما دي بقبل حاجات تبقى في التصنيف التاني معها بقى ممكن اما يحطوا ما تبقى من امريكا الجنوبية ما تبقى من اوروبا او مثلا يقوموا حطين الاربعة بتوع امريكا الشمالية صحيح عشان يبعدوا القصد دي عن بعض المؤكد ان او من وجهة نظري ان ممكن يرحلوا باقي فرق اوروبا مع مثلا اوكلاند مع فريق تاني من امريكا ده اوكلاند تصنيف رابع طبع يعني وممكن يبقى معها بقى بقيت فرق اوروبا مع اللي هيتبقى يعطون تصنيف رابع بس لازم هي تبقى معايير كلها ايه يا جماعة الناس برضو تبقى مركزة ماينفعش الاهل يبقى في مجموعة مجموعة واحدة ماينفعش الهلال والعين يبقى في مجموعة وهكذا اكيد هيعملوها كده عشان بس التنوع وعشان المنافسة كل الاندية قاعدة من سنة تصنيف ده مهم جدا لا لا التصنيف ده مهم والقرعة اعتقد هي هيبتدي التفاصيل بتاعتها تبان بعد الفريق اللي هيتحدد يوم 30 نوفمبر سواء بودخوب او قتلتكم من هنا ده غالبا فعلا